أعلن مكتب المدعي العام للتحدي الألمانية اعتقال مواطن تركي بعد الاشتباه بتجسسه على حركة رجل الدين المعارض فتح الله جولن لصالح أنقرة نشاط ليس بالجديد فالبعثات ديبلوماسية تركية تواصل انتهاك المواثيق والأعرف الدولية المؤطرة لعملها في الخارج وموقع نورديك مونيتر نشر سابقا وثائق تؤكد مواصلة الديبلوماسيين الأتراك جمع معلومات استخباراتية عن معارضي ومنتقدي رئيس رجب طيب أردغان الوثائق تظهر جمع المعلومات غير القانونية من قبل ديبلوماسيين في كل من سويسرا وألمانيا إلى جانب أيضا اليونان ويعتقد أن الأشخاص الذين استهدفتهم الحكومة التركية في بلدان أجنبية ينتمون إلى حركات فتح الله جولن التي تصنفها أنقرة إرهابية بعد محاولة الانقلاب المزعومة وتستمر أنشطة التجسس رغم تحذيرات البلدان الأوروبية لأنقرة ودعوتها إلى وقف هذه الأنشطة غير القانونية وسبق لعملاء أتراك أن تجسسوا على أشخاص يعيشون في ألمانيا قيل إنهم من أنصار الدعية التركية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن في حين قدرت معاهد استخبارات عدد الجواسيس لأتراك في النمسا بقرابة المئتي جاسوس وبحسب التقارير تلجأ أنقرة إلى التجنيد إما عبر الإغراء بالمال وتحصل أما عبر البعثات الدبلوماسية في فيينا أو عبر المساجد والمنظمات الدينية التركية المنتشرة في النمسا أما طريقة التجنيد الثانية فتتم عبر الاعتقالات حيث تقدم سلطات الأمنية التركية عرضا للمعتقل ويخير بين مواجهة السجن أو القيام بعمليات تجسسا على المعارضين ترجمة نانسي قنقر